هذا سلمك الله أيضا كتاب مطول ضخم جدا قرب 900 صفحة تقريبا وهو فيه فكرة من الأفكار فكرته أن يجمع مقالات أحد أعيان الأعلام فيما كتبه في قضية واحدة لكن كلامه كان متناثر في مجلات و جرائد و دوريات وهون هنا وضحت الفكرة العلامة جزيرة حمد الجاسر رحمة الله عليه كم كان له عناية بتاريخ المدينة والكتابة فيها و فيما خرج من الإصدارات و المخطوطات المتعلقة بها و في آثارها شيء كثير جدا و هو ينتقد و يوجه له عناية بالغة في مكة و المدينة الأخوة في مركز حمد الجاسر الثقافي أرادوا أن يجمعوا ما كتبه من مقالات علمية شرطها أن تكون مقالات علمية يعني بحثية عن مما يتعلق بمدينة منورة و تجمع فيه كتاب واحد حتى تكون أمام الناظر كاملة في محل واحد و جمعوا من هنا و كلفوا بالمهمة أخانا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عائد الردادي وفقه الله بعد أن جمعت و قام بها بمراجعة وتدقيقا و عناية وتصحيحا وتعليقا و شيء من ذلك و خاصة ببعض المعلومات حدثت شيء و أعلق على بعض القضايا حتى يتنبى لها أو بعض الإحالات و ساركت بين قوسين عائد يعني هو نفسه إذا كان من زيانته و إذا ما كتب فهي من التعليقات العلامة الحمر الجاسر ثم جمعت في هذا المجلد الضخم كما ترى ثم هذا الفهرس جعلوا فيه العناوين المقالات نفسها التي خرجت من قبل في عهده وهو حي رحمة الله عليه و الكتاب لطيف جميل و هو يعني مما ينبغي أن يتلفت إليه مثل هذه و إن شاء الله عندهم مشاريع قادمة هذا مثلا مع القراء في أسئلتهم و تعليقاتهم حول طريق المدينة هذه رحلة ثم تحت جحيل هذا عنوان المقال الصنع العلمي جحيل الموضع الذي نقل منه و يأتي معلومات كاملة أين هو في أي مكان والتاريخ و شيء من ذلك الذي نشر فيه المقال الذي نشر فيه نعم الذي نشر فيه المقال و الكتاب كله على هذا المنوال بمجلد ضخم من إصدارات مركز جمعة مركز حمد الجاسر الثقافي بالرياض وفقهم الله ترجمة نانسي قنقر